الحكاية لا تتوقع على الإنسان هي الحكاية تتوقع على روحك الكدوس الطاقة والقوة التي تغير هي طاقة وقوة روحك الكدوس شخص روح الكدوس يساكن فينا يقول يا رب ملاني روحك وتلمني كلما يحتاجين لسمع صوتك يا رب الموضوع كله what's all about you في اسم المسيح يسوع تكلم أني يا رب لأنه جميعا سامعين بوط يا رب من خلال عبدك ولك كل السجور والحمد للأبد أمين أمين أيها الحبائز نجتمع اليوم وأريد أن أتوجه لكل واحد منكم وخاصة أولئك الذين معنا على أونلاين وعلى تيفي نجتمع اليوم في هذه الأيام الصعبة القاسية التي يحيط بنا صراخ الموت والألم في مجتمعاتنا وحول العالم أن نتذكر أن نحن قد أعطينا رسالة الحياة وإنها مسؤولية عظيمة علينا جميعا إنها مسؤولية عظيمة علينا جميعا لأن كان عندنا نحن رسالة الحياة فإنها مسؤولية والنعمة مسؤولية أن لا نكتفي بها لألفزنا بل أن نقدمها لأولئك الذين هم من حولينا بمحبة المسيح مجانا كما هو دعانا لكي يكون لهم حياة وحياة أفضل حياة أبدية وحياة أفضل وقد حصرني الرب بأن نقرأ من مقطع من بلوك ثاني اتداءا من الإصحاح السادس حبقر بعض المقاطع من الإصحاح السادس وثم ننتقل إلى الإصحاح السابع من هذا المقطع عن مقطع حصار مقطع حصار السامرة شيء فضيع يلي حدث في هذه في هذه القصة التي حدثت في الزمان والمكان ولكنها شبيهة أيضا اليوم بما نحن نعيشه في العالم يقول بـ اثنين ملوك ستة أربع وعشرين وإحنا وثلاثين وكان بعد ذلك أنا بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة وكان جوع شديد في السامرة وهم حصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع ألقاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت إمرأة إليه خلص يا سيد الملك فقال لي أخلصك إلا الرب من أين أخلصك أم من البيضر أو من المعصرة ثم قال لها الملك ما لك فقالت إن هذه المرأة قد قالت لي هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا فصلقنا ابني وأكلناه صور ثم قلت لها في اليوم الآخر يعني اليوم التالي هاتي ابنك فنأكله فخبأت ابنها فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور الأصح السابع بيقول وكاننا أربعة رجال برس عند مدخل الباب فقال أحدهم لصاحبه لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت إذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها لوجيك منظبوط ولا أني جعانين وعب يموتوا بالجوع بالمدينة المحاصرة وهون البرس لأنه البرس طردوهم من المدينة من أهل السامرة بس طردوهم حتى ما يعدوهم في البرس يعني ورموهم برا فقالوا إذا بدنا نبقى هون مصيبي منموت وإذا دخلنا المدينة همنموت فالآن هلما نسقط إلى محلة الأرميين فإن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا فقاموا في العشاء ليذهلوا إلى محلة الأرميين لاحظ الأرميين كانوا هم المحاصرين المدينة فجاءوا إلى آخر محلة الأرميين فلم يكن هناك أحد فإن الرب أسمع جيش الأرميين صوت مركبات وصوت خيل صوت جيش عظيم فقالوا الواحد لأخيه هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل النجاة أنفسهم فجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحلة ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وحملوا منها فضة وذهبا وثيابا ومضوا وطمروها ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وطمروا يعني خبأوا ثم قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسنا هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك فجاءوا ودعوا أبواب المدينة وأخبروهم قائلين إننا دخلنا محلة الأرميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي فدعوا البوابين فأخبروا بيت الملك داخلنا أيها الأحباء إذ ندرس كلمة الله وندرس خاصة هذه الرواية التي كتبها لنا الرب نتعلم حقائق مهمة جدا أولا الظاهرة الأولى هو هذا الحصار الذي يقود إلى جوع مرير إلى جوع مرير ياله من جوع مرير بيقلك وصلت لمرحلة إنه صارت الناس تأكلوا أولادها هذه الأم التي اتفقت مع جرتها أن يأكلوا أولادهم الرضع تصور أليس هذا فضيع؟ وهذا العقاب الجماعي الذي يقود إلى هذا الجوع وإلى هذه الحالة الفضيعة التي تحول فيها الإنسان يعني من كثرة الألم إلى إنسان غريب جدا وأيها الأحباء نحن أيضا نعيش في عالم جائع خليني أبدأ من الناحية المدية أولا أنت عارف إنه إحنا منعيش في عالم كل ثلاث ثواني كل ثلاث ثواني بيكون في شخص واحد عم يموت من الجوع يموت من الجوع حول العالم كل دقيقة بيموتوا في سبع أطفال من الجوع حول العالم حوالي سبعمية مليون شخص بيموتوا بالسنة من الجوع لأنه ما بيقدروا يحصلوا على أكتر من وجبة واحدة ولا تكفيهم الأرقام مخيفة جدا ومع كوفيد مع الكورونا يلي أصابت العالم الجائحة لأصابت العالم الأرقام ارتفعت بشكل فضيع لأنه حيث ضربت يعني هي ضربت العالم كله بس المجتمعات والبلدان التي لا تنبلوا كل موارد الاقتصادية اتصدعت أكثر وعم نشوفها بالهند وعم نشوفها بالبرازيل وعم نشوفها بالعالم ما يسمى بالعالم الثالث حتى أنه اليوم الإحصاءات تقول أن ثلث سكان الأرض ثلث سكان الأرض هم في حالة من نقص التغذية شوفوا المفارقة والثلث الآخر هم في وضع من سوء التغذية أو تلوث الغذاء وبيفضل عندك تلت مظبوط هول التلت عب يموتوا من تخمي مش من قلة الأكل مظبوط ولا ويمكن نحنا منهم هذا العالم الجائع بس الجوع يلي حولينا وهناك جوع من نوع آخر ليس مادي ولا فيزيولوجي ولا بيولوجي هناك جوع في قلب الإنسان يلي هو شامل حول العالم للسلام الحقيقي هناك جوع في حول العالم للحياة التي فيها طمأنينة مظبوطة ومن يعطيهم السلام سوى رئيس السلام ما أنت شوف صلنا مئة سنة عندنا من عصبة الأمم للأمم المتحدة وبيحكو لك عن مؤتمرات السلام ومؤتمرات السلام من أول ما فتحنا عيوننا نحنا وصغار بيجينا هالمبعوث هذا الجيل الأشقر وعيونه الزرق وبيقول لك أنا آتي في رسالة السلام هالشو ليحقق السلام الشامل والعادل أنا حفظته من أنا وصغير نحن نسمع على الأخبار ونسع على الأخبار عم يحكوا بيناتنا الشامل والعادل وطلع لا شامل ولا عادل شوف وين نحن في الشرق العربي والشرق الأوسط شوف العالم هل هو في حالة من السلام أليس العالم يسعى وراء السعادة الحقيقية السعادة ويفكر يمكن والناس بتيجي لهون على أمريكا أمريكا على أساس أنه في مجتمع مظبوط يعني السعي وراء السعادة هيك قاله المؤسسين ولكن الحمل الأمريكي يصبح كبوس أمريكي إذا كان بدون الرب لأن هذا السعي الزائف وراء السعادة المزيفة بيفكر من وسائل الراحة ومن وسائل المتعة ومن ضمانات المستقبل بقدر يحصل على السعادة ولكن من يعطي السلام والفرح والحياة سوزاك الذي أحبنا حتى الموت من هيك بيقول بتقول بكلمة المسيح أن ملكوت الله ليس أكلاً ولا شرباً مش هذا اللي بيسعدك الأكل والشرب ولا التدين يلي بيمنعك عن أكل معين وبيعطيك أكل معين آخر ليس أكلاً ولا شرباً بل هو برن وسلام وفرح في الروح القدس هذا هي الحياة بس بدي أكتر من هيك ألا يسعى العالم وكل الناس حول العالم أليس هناك جوع للحياة التي فيها كرامة يلي فيها الإنسان بيحس إليه قيمة لمجتمع يلي الناس بيحبوه وبيقدروه بيغض النظر على شو خلفيته وشو أصله وشو فصله وشو لون جلدته ألا يسعى العالم إلى المساواة أنا بدي أسألك ألا يسعى العالم لهذه الأمور ومن يقدمها إلى العدل ما هي ثورة 25 يناير قامت وعب تقول عيش وبعدين حرية وعدالة اجتماعية من يقدم ليس فقط الخبز خبز الحياة ولكن أيضا المساواة والعدل سوى العادل الأمين قال لي أنه ليس هناك يهودي أو يوناني بتقول كلمة المسيح ولا عبد ولا حر ولا ذكر والأنسة بل الجميع واحد في المسيح والجميع واحد أمام كرسي المسيح وأمام العرش العظيم الأبيض بل أننا شدة وضيق على كل من يفعل الإثم اليهودي أولا ثم ينار لأنه ليس لدى الله محباد عادل في رحمته وفي نعمته ويساوي الجميع ويحب الجميع بشكل متساوي مش هيك الناس عاب يبحثوا على مجتمع يلي ما في فساد ولكن الجميع الكل الجميع فسدوا الجميع زاغوا وفسدوا ليس صبر ولا واحد من هيك الناس عاب تبحث مين أنا بعرف من بلدي لبنان مين بده يجي يحكمنا بالعدل بالمساوات وما يكون في فساد وجرثومة الفساد انتقلت كل ياتا حول العالم بس مين بقدم لك كل هذه الأشياء مين بقدم لك كل هذه الأشياء يلي بيعطيك تعيش بكرامي ويلي بيحبك تعرف تسمع عن الناس ببلادنا راكدين ورا هالزعمة وبيقولوا لهم بالدم وبالروح نفديك يا فلان وبعدين بتلاقي فعلا الناس بروح بحطوا حياتهم ليفدوهم وهؤلاء الزعماء بالاخشي بيأخدوا بيأكلوا الغنائم ووديك بيموتوا المساكين بس انت عندك ملك على فكرة بيقشعية بيتكلم عن لبنان بيقول ملكوهم زابحوهم يعني هول زعماءهم بيتبحوهم هول الرعاة يلي بيأخدوا غنمهم وخرافهم وبيتبحوهم حتى على ظهرهم يبيعوا لحمهم وهيك صاير فينا بس عندك ملك الملوك ورب الأرباب يلي هو بيقلك لا 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 ما تقول بالروح وبالدم أفديك أنا بفديك بدمي وأنا أسلمت الروح لأجلك أليس ما هذا ما هو مشتهى مشتهى كل الأمم ما يشتاق إليه البشر بس مش لك الناس حوالينا أنه عبيحاولوا يأخدوا شباعهم يأخدوا شباعهم ويرووا عطشهم من أبار لطبط ماء مظبوط ولا أيها الأحباء بيبحثوا عن كل هذه الأشياء إما في عقائد أو من زعمة أو من حركات بس ما بتعطيهم حاجتهم الحقيقة ولن يعطيك هذه الحاجة في قلبك سوى شخص رب يسوع المسيح أوه ساعت بتشوف ماذا يحدث في بلادنا وفي شرطنا ما بيكسر قلبك ما بيكسر قلبك هو الظلم الأد واسع وشاسع مثل هذا الحصار ما أنه غريب عنا بتقول لي لا ما فيك حصار نعم ما هو الإحصارات الاقتصادية بيقولك حصروا بلد اقتصادي حتى يعقبوا مثلا رئيس أو منظومة اللي هني بيعتبروها ظلمة طب أوكي بس أنت عبتحاصر كل البلد ما عبتجوع الأبرياء والناس المسكين حصار العراقي اللي دام سنين طب ما يخي فيه ناس أبرياء هناك بعدين هولي ما إلوا الناقة ولا جمل مش انتخبوا لهذا الرئيس ولا هني طلعوا مش قادرين يغيروه شو فيه انتخابات شرعية ما حصرت الدني كلها سوا فيه ناس مؤمنين قالنا إخوي طيبين عم يتحاصروا هناك ونفس الشيء في سوريا حتى بلدي لبنان مظبوط الفساد والحكام مسؤولين بس الضغط علي من الإقليمي من هون ومن هونيك يا إخل الشيء أفلس هذا البلد مش عبع في الناس أنا بس بيقلك الظلم الحول العالم يلي بيقضي على الناس وطبعاً بدخول على فلسطين وعلى الضفة وشوف على القطاع هول الناس ما عندك فيه أخوي مؤمنين هناك في غزة ما فيك تحملهم مسؤولية ما يقوم به الحكام وهي المأساة يلي بتشوفها حول العالم بس من يقدر أن يخلص هؤلاء ومن هيك العمل الإصلاحي وعلم عمل الإنقاذي يصير شخص ورى شخص بمعرفة يسوع المسيح وتقدم لهم لهالناس المتقلمين المعذبين حواليك تقدم لهم رسالة الحياة بمحبة كما أحبهم سيدهم بكل معنى الكلمة هذه الرسالة العظيمة التي أعطانا إيها السيد الراب رسالة أعطيتني يا سيدي أن أخبر الملاء عن الحب العجيب وقلت لي أن الطريق شائك وأني سأحمل الصليب مثل بتقول لي ديك الترنيم الثاني أرضك العطشة للحب والسلام تصرخ إليك تعال أترك كل شيء طلق كل شيء احمل الصليب تعال الدين هم أن نقدم لأحبائنا الذين نبكي معهم وشعوبنا العربية نقدمهم رسالة الحياة والخبز النازل من السماء الخبز الحي الذي يشبع قلوبهم في وسط هذه المحن العظيمة ويضمهم إليه وينقذهم نعم هذا الجوع المرير شوف هون بيقلك وقد حصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة بتقول لي هذا انفليشن طيب أوكي انفليشن ما هذا صاير عنها وربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة يلي عبي يدخل معك بالتفاصيل بيقلك سير الناس بصير تعطي قيمة لأشياء اللي هي زبالي زبل الحمام شوف الناس كيف بتصير بقى الايامات هيك صارت اشياء لا قيمة لها بالناس بتحط عليها بس اللي بس تعطوني اياها بيشحدوا الملح ليه تعيش هيك هناك ما هو أفضل لك وثم أيضا الشيء الآخر هو مرض خطير جوع مرير ومرض خطير هولي لاحظ هولي هولي الأربعة البرص السامريين من السامريين السامريون او من السامريين هول نكرون اضطهدون رمون لانه هيك كانت الشريعة انه هيدا الأبرص حطوا خارج المدينة احتقروهم بس شوف قديك طلع عنده الشرف مع انه اضطهدوهم من بقتهم ورموهم برا ويمكن اخر شي قالوا لسنا عاملونا حسنا يا جماعة لسنا عاملونا بيكون علينا الشر عظيم اذا احنا اكلنا واشبعنا واستحيينا وهولي الجماعة بيموت هونيك جوعا نحنا عبينفضل عنا الخبز ما ايك نحنا حبائنا حتى شعبنا وحتى الناس اللي حوالينا من نفس الشيء يحصل ولكن اريد ان اتكلم عن هذا المرض الخطير وقد درسناه مع بعضنا البعض هون دايما سعد بالكتاب بيعطيك صورة عن البرص هو بيعطيك صورة عن الخطيئة الساكنة فيها عن الفساد الساكن فيك عن النجاش الساكن فيك بسرعة احبقول بعض الكلمات اللي اغلبكن بيعرفها هذا مرض خطير بس السر فيه انه انتراساليلور بيدخل لداخل الخلية وهيك نحنا هالفساد يلي بالانسان دخل لأعماقنا لجوه منه من برا منه مرض جلدي فقط بيظهر على الجلد بس هو في الداخل يدخل لأعماق وهيك الفساد يلي في الانسان اللي من داخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا فس قتل دعارة بعدين بيقول لك جهل وأشياء تاني جهل المعتمد يعني انت عارف شو هو الجهل يعني واحد خلص مقرر انه هو بدي يتجاهل الحق هو بدي يتجاهل الحق مثل بيقوله عنزي ولو طارد يعني هو هيك عقلته فهذا بيقلك عنه من داخل من قلوب الناس وبدأ عملية داخلية من هيك أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا أجعله في داخلكم تاني شيء انه يشوه الانسان لما بيصير مملوء برصا مثل ما بيقول الدكتور لوقة عن هذا الشخص بيشوه الانسان يخي شكله بيتغير من خاره بيهر وجه بيتغير بيصير مشوه وهيك الانسان الله خلقه بحسب صورته في الحق في قداسة الحق وتشوهت الصورة وصار الانسان أوحش من اي وحش او مخلوق اخر شو بتقل لي شريعة الغاب هل هناك مخلوق اخر اكثر شراسة من الانسان او نجاسة من الانسان شو بتلاقي اللواط عند الحيوانات ما في لواط عند الحيوانات انت عارف شو عابحكي الذكور مع الذكور بتلاقيهم عند الحيوانات ما بتلاقيهم بتلاقي مثلا عندهم هالقدرة التدميرية للحيوانات اللحوش المفترسة الزئاب والفي عندهم هالقدرة التدميرية بصاروخ واحد بروح لك عشرات الالاف ومئات الالاف صار اكثر شراسة ونجاسة من اي مخلوق اخر بيقلك بعدين بصور يصول لك ايه ام السايكولوجي قال هيدا عنده نارسيستيك بيهيفير هيداك عنده ما بعرف شو بلطفو لك ايها بيستعملو لك تعبير انه بيقلك يخي شو نارسيستيك بيهيفير متوحش بيحب يأذي الناس يعني شو شو بتلي نارسيستيك اه هيدا نارسيستيك قال هيدا تركه لوحده ما فيك تشتغل فيه يخي هذا بده خلاص الراب انا وياك بدنا خلاص الراب يفقد الحس بيصير معه نيرابث يبطل حس وهيك الخضية بتقول عن الذين هم اذ هم قد فقطوا الحس اسلموا نفوسهم للضعارة ليعملوا كلنا جذب الطبع ما بيحس عدمه مش ما بيحس عدمه لك هي بيعمل الخطيئة وبيلومك انت اذا ما بتوافق معه قال انت عبتوقف ضد حقوقه قال هي تركني سيبني بحالي متو ما يقوله انت اذا ما وافقت معه بلومك وهلوم مجرة انكيوباشن بيرياد طويلة بتاخد سنين هيك بعدين بتبين العوارض وهيك الانسان الخطيئة السكني فيه بتاخد وقت اللي بتبين مظاهرة الشيء الرابع الخامس يلي هو فيه ميل وراثي ونحن عنا ايها بالاثم صورت وبالخطيئة حبلت بامي ولكن شيء مهم معدي ما الخطيئة يا اخي معدي مثل كأنك مثل الكورونا فيروس مثل الكوفيد سريعة الانتشار بيعلموا بعضهم البحض الخطيئة وثم اخيرا واسي المحزن انه يميت الخطيئة اذا كملت تنتج موتا مظبوط ولا اجرة الخطيئة هي موت النفس التي تخطئ تموت بس هون موت روحي موت ابدي وهذا الشيء المخيف حالة انفصال ابدي عن الله وعن نعمة الله ومن هيك بقول ارثامكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم ولكن هذا المرض الخطير له شفاء له شفاء وتطهير شفاء وتطهير وهذا الشيء اللي بتختبره في خلاص المسيح بيقول بمتة 8-2 وبيقول بلوء 5 عن قصة الابرس عن الابرس يلي رحل عند الرب بيقول له هذا الابرس جاء اليه وسجد له قائلا يا سيد نقرات تقدر ان تطهر فقال له اريد فطهر وهي قصة كل واحد مننا وهي قصة كل واحد مننا بتعرف اليوم ساعد بيصير الابرس يلي هو موجود في حوالي 6 مليون حالة حول العالم على فكرة يلي أغلبها من نبال والهند وبهديك المناطق يعني الابرس مش غريب عنا اليوم بس ما قلو ما قلو انتبيوتك يلي ساعد بيصير بالابرامتستيج يعني سير بيصير الحالة المتأخرة ما قلو دواء بيستعملوا ثلاث ادوي دابسون وريفامبون وإلى آخره بس ما بيردر يردلك التشويه بس له كل المشد مدين فيك حياة إذا جيت للرب فيه شفاء فيه لمسي يلي بتغيرك من جو لما بتجي إله بتتوب وبترجع للرب يسوع المسيح يلي حمل أثامك وبرسك على الصليب يلي مات بديلي عنك يلي أحبك حتى الموت يريد فين يروح لكل شوارع العالم العربي أسرخلهم أنه يسوع بيحبك يسوع بيحبنا بيحب المصريين وبيحب العراقيين وبيحب اللبنانيين وبيحب السوريين وبيحب الفلسطينيين وبيحب أهل الجزيرة وبيحب أهل شمالي أفريقي الله أحبك حتى الموت وانت شخصيا بيقلك انت عزيز في عيني ومكرم لان احبابتك وفيه لك شفاء حرامة مدجوع وخبز الحياة والدواء الشافي فيما تناول يديك فيما تناول يديك بس الانسان عاد يروح على المستشفى الغلط ومن هيك انت لازم تدله على الطبيب العظيم وعلى المستشفى الصحيح هاي قصة العراق وقت مستشفى ابن الخطيب من حول ثلاثة اسابيع من حول عدة اسابيع هاي المستشفى يلي رحين عليها الناس يلي معهم كورونا بيحكو لك القصة الفضيعة طبيب عم بحاول يخلص واحد ويعمل له resuscitation معه كورونا وديك التاني وفجأة بيصير انفجار عظيم نتيجة الاهمال بيحترق وبيموت فوق 80 شخص حرقا هن رحين على المستشفى ليتعالجوا وصفوا احترقوا وماتوا مش من الكورونا ولكن من الهمال وفوق 120 شخص بيحترقوا ومازالوا حتى اليوم عم يعانوا فوقا حوالي 200 شخص وهي صورة للانسان يلي بروح على المستشفى الغلط بروح على التدين بما فيهم التدين المسيحي الخارجي ما بيغير له اي شيء بيقول له عمول هيك وبتعمل هيك ومشي حافي وصلي وبروم سبع مرات وعيده يا اخي ما بيغير حياتك ما بيخلصك من البرس يلي فيك ما بيعطيك حياته ما بيعطيك رجاء قعد سدقون بروح لعند علم النفس هون وبيقعد على هادي الكاوتش بيصير يحكي له كل قصص وبيقول له لا هذا شيء طبيعي يا اخي طبيعي كل هذا اللي عب يصير معك هد حالك هات لا اعطيك حقنة هات لا اعطيك هالدواء ولا بيروح اليأس ولا القنوط ولا التغيير الشخصية ولا شيء بس الرب قادر يشفيك ويغير حياتك هل تسمع صراخ الناس يلي حواليك اوه بدي يقلك هذا المرض بيشوه وبين الناس بيطير نومهم تعرف التعبير سعب بيقول له وطارة نومه عن داريوس بيطير نومهم بيقول له عن مايكل جاكسون عملش حوالي 8 عمليات تجميل ليجمل حاله وروح يعملوله تجميل وكل مرة بعد ما يجمل حاله يطلع ابشع من قبل يا اخي انا اتطلع فيه قول يا عمي مين هدا البلاستيك سورجون اللي عمله اياها ما هو كل ما يلعبوا فيه اكتر يطلع ابشع من قبل بس الرب بيقول لك يجمل الودعاء يجمل الودعاء بالخلاص بيجمل حياتك بيجملك من جوه لانه خلصك وغير حياتك بيقول مايكل جاكسون كان يدفع ملايين الدولارات حتى بالاخر ما كان يقدر ينام صار عنده واحد انستيزية تخدير يجي حتى يعطيه الانجاكشن لا يقدر ينام واخر شي يعطاه اوفردوز وقتله وهيك العالم في واحد بيعمل دعاية على الفوكس نيوز مش عبيحكي ضده حتى ما يزعلوني بس قال شو بيعمل هذا مايبيلو مايبيلو نحنا نكون عم نسمع الاخبار الحالي بالويل وكل شوي بيطلع لنا هداكي مايبيلو مايبيلو قال اخي ده من الجيزة يعني وسادتي وسادتي يقول لك يا اخي طيب طول بالك علينا شوية هلأ خلي الناس تشوف شو عبيصير أبدا مايبيلو مايبيلو قالت لانت خبات بامريكا كل شوي يطلع هو مايبيلو تعرف شو قلت له لزوجتي قلت له احلى وسادة هي للضمير الصالح مش احلى وسادة اتنمع لي احلى بلو هيك الرب يعطيك احلى ولو لانك انت يا رب منفردا بطمأنينة تسكنني مظبوط سأبكن ضميرك مرتاح ضمير الصالح والقلب النقي بتنام يا خي شو بدك فيه داك الفيلو خليه بعط لك يا هدية هاي الحياة مع المسيح هاي الحياة مع المسيح وايضا شبع كثير شبع كثير قال هو الاكل وشبعه وطمره واخده وكل شيء ترجع واخده مرة تاني وشبعه وانبسطه وكله وشبعه قال لسنا عاملين حسنا يا جماعة الاسنا عاملين بدي اقول لك فيه شبع مع الرب والنفس الشبعانة تدوس على العسل عسل العالم واموال العالم بتدوس عليها اذا انت شبعان بالرب قال يشبع بالخير عمرك فيجدد مثل النسر الشبابك قال انا هو خبز الحياة من يقبل الي فلا يجوع من يؤمن بي فلا يعتش الى الابد في شبع مع الرب والناس ما فيها تشبع بدون الرب لك شو بيتكلم اليهم بحجي واحد ستي شوف الكلمات زرعتم كثيرا ودخلتم كلي خليلا تأكلون وليس للشبع تشربون ولا تروون تكتسون ولا تدفعون والاخذ اجرة يأخذ اجرة لكيس منقوب هذا الانسان يلي بيصعى وراء العالم هذا المؤمن يلي بيبقى عبيركد وراء العالم او الانسان الغير المؤمن الريكد وراء العالم بيقول له انت عندك كيس منقوب بتحط فيه بيقع بس يلي قلبه هو الرب وشبعه هو الرب طوبة للجياع والعطاش للبر هون اليو اس على البيتس على الكلاب والقطط يا اخي الماكن متوقع هيك تعرف قديم حاول فاقه ايه اللي رقم معين 95.7 مليار دولار بالسنة يعني عابي قربه هادي بال2019 قلب لك زادت هلا مع الكورونا خافوا عليهم من الاجلاب والبسينات يعني حوالي 100 مليار بالسنة طيب انا خذت لنشوف مادام الجوجل موجودة هات لنعمل فيه قبل ما يجيني بيتش تاني مثلا انو حداني لا شوف المعلومات قديم لتحل مشكلة الهنجر حول العالم الجوع يعني المجاعة الموجودة في العالم ما حكينا عن هادي 700 مليون واحد جاعة لتحللهم المشكلة للطعمي هون يا اخي قدي بده 11 مليار بالسنة هديك 95.7 يعني تقريبا 96 وهيدي 11 يعني اتمن مراته نص زيادة يا اخي بس خصمولنا منه نولا الكلاب يعني تعرف شو الحرام وحدة لبنانية ديك النهار شفت البعتين للتلميذ صفي راحت ع كندا قال يا عمي انا يريت خلقت هون بسي او كلبي يعني شفتهم كيف بيعاملوا السينات وكيف بيهتموا فيهم والكلاب نحن يعني هذا شرف شيء كتير عظيم نحن الانسان كيف بيعاملوه في بلادنا كيف بيعاملوه يا اخي يعني شوف الطريقة اللي بيصرفوا علي ما فيك تحكي معه لهذا الكلب محترم اكتر من المحترم انا هشلت الواحد ودي جبلية خلص ما فيك ما فيك يعني شوف الانسان بس الرب شوف كيف بيرفع الانسان كيف بيعاملوه بيتبناء قال نحن كنا مش بس اعداء كنا مش بس عبيد كنا اعداء صلحنا ونحن بعد اعداء صلحنا بموت ابنه لانك عزيز في عيني ومكرم لاني احببتك فهذا الدعوة لكل انسان خليني اقول لك كل شيء اخر شيء نداء حنان القدير ونداء الضمير وهذا بيرجع للأساس في كل هالموضوع حبيبي هول الناس بعد ما شافوا حنان القدير صحي ضميرهم وقالوا لسنا عاملونا حسنا بدي اقول لك بعد هالاجتماع بعد هالرسالة انا بطلب من اعماق قلبي انك انت تروح وتصرف بس خمس دقايق او عشر دقايق وتحط ليستة من الناس يلي بدك تصليلهم وبدك تتصل فيهم وتقولهم قديش الرب بحبهم وقدي انت بتحبهم وانك انت بتدعيهم لمحبة الرب ولخلاصه العجيب لانك انت اختبرت النعمة ومش راضي مش راضي انك انت تتمتع فيها على وحدك تعرف شو جابني للرب كنت عبتكلم معه للأخ الغالي دكتور فريد أبو رحمي كان طالب هندسي وكان اكبر مني للعمر ورابة عيد الميلاد وانا كنت شاب ضايع يا اخي كنت ضايع صدقني كنت ضايع مش عارف عاب ببحث هون وهونيك وعاب ببحث عن عقيدة عاب ببحث عن شيء وهيكي عندي أفكار نطلع مظاهرات ألسي نقول يا حرية احنا رجيالك بعدين الرب سألني انت حر؟ انت حر من الفساد؟ انت بدك مجتمع؟ ما في فساد انت حر من الفساد؟ وحاولت اني عيش الحياة المثالية يلي لا فيها كذب ولا فيها غش ولا فيها نعم نعم ولا لا بيقوتي الشخصية كنت فاشل حاولي عيد الميلاد هالشاب الرائع رجل الروحي اللي كان له تأثير حياتي بيعطيني بقول لي حصان بدي أعطيك هدية على العيد هالش بدي أعطيني هدية بيعطيني كتاب مؤدس بيعطيني عهد جديد مع مكتوب هالكلمات يلي حفرت بقلبي بعد 44 سنة بعد بعيدك كل يوم بسمعها لأننا نؤمن بالحياة الأبدية ونود أن نقضيها مع الذين نحبهم يا هذا الشخص عنده يقين الحياة الأبدية وبيحبني أنا بمحبة المسيح وبيريدني أن أقضي على الحياة الأبدية معه وبدأت قرأ أنا أول شي قلت له بسمع أنا مسيحي وأنا ما كنت فاهم شيء من مسيحية المسيح ما كنت فاهم شيء من مسيحية المسيح كنت فاهم المسيحي الدياني الخارجي الفولكلوري بتسمعها الإسمية ما كنت أعرف المسيحية الحقيقية ما كنت أعرف أنه فيه اختبار بدك تولد ولادي ثاني من روح المسيح بدك تتغير من جوه ما كنت أعرف عنها أويدا بس لأنه هالرسالة المحبة والحياة يلي أجتني بدأت أقرأ بإنجيل يوحنى هناك اختبارت المسيح ومحبته العظيمة نحرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا تعرفون الحق والحق يحرركم هناك تغيرت حياتي بعد ما طلبت الرب بس أعرف الشخص يلي أحبني وصلى لأجلي مهتم فيي بعد الإيمان هيك أنت رب يعطيك أنك تكون إنسان يلي تربح تعرفون هذا كنوز السماء